اهلا ومرحبا بكم يقناة مصر للتعليم الفن طبعا بفكركم ان احنا بنتابع مع بعض شرح دروس مادة الحاسب الآلي للصف الثاني التجاري والفندقي الفصل الدراسي الاول وزي ما احنا عارفين ان احنا بنتابع شرح برنامج ميكروسوفت اكسل تعالوا كده بقى سريعا نراجع على اهم النقاط والمهارات والمعارف اللي احنا اتعلمناها في الحلقة اللي فاتت اهم جزئية شرحناها الحلقة اللي فاتت الطباعة اللي هي برينت وزي ما قلنا ان ما فيش اي مؤسسة او اي بيئة عمل تخلوا من نشاط الطباعة لازم بنطبع ورق لان تعاملاتنا بالاضافة انها ممكن تكون بنسبة كبيرة الكترونية ولكن هذا لا يغني مطلقا عن استخدام ايه الاوراق في بيئة العمل اتكلمنا مع بعض في الطباعة وقلنا ان انا ممكن اصبت اكتباع بتاعتي اه للورقة بان انا اشوف في البروفيو في جزء خاص بالبروفيو اللي احنا بنترجمها بكلمة المعينة اشوف الصفحة بتاعتي امر الطباعة بيديني امكانية ان انا اشوف الطباعة شكلها الورقة شكلها النهائي قبل ما تطبع الهواء مش بتاعتها مصبوطة اه الالوان بتاعتها التنسيقات بتاعتها كل ده بيظهر عندي في المعينة واستفدنا شرحا في هذه المهارة كمان قلنا ان انا ممكن احدد حجم ورقة العمل اللي انا هتبعها ممكن تكون ورقة الايفور الشكل الاستاندر اللي كلنا بنستخدمه الايفور ده يعني المقاس المعظم المؤسسات بتشتغل به في الاسري بتبقى حجمها اكبر شوية من الايفور وفي الليتر بتبقى تقريبا نصف ورقة الايفور في مقاسات عديدة مختلفة لأوراق الطباعة كمان في الطباعة بيديني امكانية ان انا حدد عدد النسخ اللي انا عايز اتبعها ممكن اطبع ورقة 2-13 زي ما انا عايزة كمان بيديني امكانية ان انا لو عندي مستند مثلا 50 صفحة 40 صفحة 10 صفحات وعايز اطبع ورقة واحدة منه ممكن يديني امكانية ان انا اطبع لي الورقة رقم 5 فمش هيطبع من المستند كله غير الورقة رقم 5 ده كمان في امكانية ان انا اطبع لي الاوراق من صفحة 6 لصفحة 17 في امكانية فامر البرينت بيخليني احدد هذا الاختيار كمان في امكانية ان انا اطبع صفحتين متقبلتين قصاد بعض زي الكتب المدرسية او المجلات او الكتب الثقافية او مذكرات المراجعات وهكذا كمان اي تاني قلنا ان كل امر عندنا ممكن استخدمه عن طريق الماوس او عن طريق الكيبورد عن طريق الماوس بان انا بعمل كليك او بختار التبويب اللي انا هفتحه وطبعا احنا كلنا عارفين ان الامر برينت من التبويب فايل وبختار به الامر فيه كمان من خلال لوحة المفاتيح قلنا عن طريق كنترول مع خرف البيت تقيلة اللي هي العصايا بتاعتها الدايرة بتاعتها من الاعلى كمان خدنا ايه تعالوا نفتكر كده مع بعض خدنا الاكمال التلقائي اكمال التلقائي لما بكون انا زي ما هدرب لكم نفس المثال عشان تفتكروا الاكمال التلقائي لو شركة عندي بتتعامل فهنوايات مختلفة من السلع ولتكن مثلا سلع الكترونية هكتب مثلا تلاجة غسالة تلفزيون مروحة وهكذا فدي كلها لما انا ببتيجي اكتبها هو اوتوماتيك الاكسل بيخزنها عنده فيجي بعد كده اكتب تلاجة اول ما بكتب حرف الته مع حرف اللام الف هلاقيه كملي الكلمة لغاية اخرها دي بنسميها ميزة الاكمال التلقائي دي علشان ما عودش اكتب حروف كتيرة وانا بتعامل مع نفس الكلمات اللي انا بتعامل معها بصفة مستمرة او بطبيعة شغلي بيخليني اتعامل مع هذه الكلمات باستمرار وقلنا اذا كنت انا عايزة اكمل الكلمة الاخيرها انا كتبت حرف التهلام هيكملي تلفزيون فعلى طول بسيبه يكملها وادوس انتر طب لو انا مش عايزة يكملها اعمل ايه او عايزة امسح الجزء دو بدل اضغط على زرار الباكس بيس طب لو انا عايزة اكتب كلمة تانية ما اضغطش على الانتر واكمل كتابة الكلمة البديلة اللي انا عايزة اكتبها بدل الكلمة اللي ظهرت من الاكمال التلقاء اه اتمنى ان احنا نكون بالراجع باستمرار علشان زي ما قلتلكم اه ميكروسوفت اكسل اعايزة على طول احنا شغالين فيه على طول احنا اه بنتضرب لما ننزل معمل المدرسة اه اكيد طبعا بيكون فيه وقت للمراجعة بيكون فيه وقت ان احنا اه لو في حاجة واقفة معانا نحاول ان احنا اه انا بشجع جدا للعمل الجامعي والعمل التعووني فنسأل صحابنا اللي جنبينا طب انا عملت دي ما ظهرش معايا زي ما هو مفروض طب انت عمل ايه معاك طب انت التمرين دا وانا حلته بالشكل دا طب ما ظهر ليش النتيجة اللي انا كنت مضاقاها زي ما هيقول لي مثلا اه انت النقطة دي غابت عنك كما فروض كنت حددت الاول كما فروض كنت اخترت الاختيار دا وبدل الاختيار وهكذا احنا بنكتسب خبرات من بعضينا اه كل اللي بيبقى عنده حاجة وقفت معاه فأسنى كده هما انا بشتغل على الجهاز بتاعي اه اسأل زي ما دي اسأل زي ما دي اه النقطة دي ايه ليه وقفت كده ليه ما ظهر ليش اللون ليه ما طالع ليش الاكمال التلقائي فأه لما احنا نتعلم نعلم نفسنا بنفسنا ونستعين باصدقاءنا في اي شيء وقف معنا دي بيسبت معنا المعلومة اكتر وما ننسهاش ابدا في اي موقف بنحتاجها فيه بعد كده تمام طيب النهاردة هنكمل باذن الله الجزء اللي خاص بيه تنسيق اوراق العمل تنسيق اوراق العمل موضوع كبير معنا في المنهج اه مخصصين له حلقات كتيرة اه علشان نشرحها باستفادة ونتعلم باذن الله كل المهارات وكل المعارف اللي موجودة معنا في هذا الفصل اللي هو تنسيق اوراق العمل تعالوا بينا نشوف جايبين ايه جديد معنا النهاردة في الفصل اللي خاص بتنسيق اوراق العمل اول جزئية هنشتغلها النهاردة تكوين سلسلة خلية باستخدام مقبض التعبئة التي تشكل تتابعا منطقيا احنا متعودين ان احنا اي مهارة بنتعلمها بنشوف الجزء النظري اللي خاص بيها الاول وبعدين ننتقل للشغل العملي على الورك بوك دفتر العمل يلا بينا نشوف المهارة اللي احنا هنتعلمها اللي هي تكوين سلسلة من الارقام او من الخلية هاجي هقف هنا في اول خلية ايوا اكتب رقم واحد زي ما انتو شايفين كده انزل عند الخلية رقم اتنين اكتب رقم اتنين شايفين ظاهر عندي دلوقتي واحد اتنين تلاتة احددهم واجي عند الرقم الايمن للخلية لما شكل الموس باعلام ازاي ازاي ما احنا شايفين كده ازاي ده الصغيرة دية اضغط واسحب لاخر خلية عايزة يعمللي فيها سلسلة ايه اللي حصل انا كتبت ايه كتبت واحد اتنين تلاتة انا كتبت واحد اتنين وحددتهم وانزلت بيهم لغاية تحت كده ضغطت لكة شمال بالموس وسحبت احنا بنسميها السحب والافلات ايه اللي حصل هو فهم ان انا عايزة اعمل سلسلة من الخلايا المتربطة مع بعضيها فرقملي تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة لغاية اخر خلايا وقفت فيها حطلي فيها اخر رقم وقفنا عنده وهكذا يبقى هو كده فهم ان انا عايزة اكون سلسلة من الخلايا طيب اه جي استخدمها في ايه انا باستخدمها في ايه تكوين سلسلة من الخلايا ولنفرض ان انا عايزة ارقم كتبت في عمود معين في كلم معين مجموعة من البيانات وبعدين قلت علشان الشغل بتاني بقى مظبوط انا المفروض كنت رقمت هذه البيانات فبدل ما انا اقف في الخلايا في العمود واكتب واحد بعدين ادوس انتر واكتب اتنين واكتب اتنين واكتب اتنين واكتب تلاتة لا تكوين سلسلة من الخلايا ده اديني ميزة ان انا ممكن ارقم بكل سهولة او اعمل سلسلة من الارقام متتالية تحت بعضيها بكل سهولة ومش هيحصل فيها اي اخطاء فنعمل ايه نكتب اول حاجة رقم واحد وبعد كده رقم اتنين طب ليه ما كتبتش واحد بس وبعدين عملت سلسلة لانه هو كده مش هيفهم انا عايزة اسيب فرق كم رقم بين الرقم الاولاني والتاني لكن لما انا كتبت واحد وتحتيها في الخلايا لتحتيها اتنين فمعنى كده ان انا بفهم البرنامج ان انا عايزة مسافة رقم واحد بس ما بين رقم واحد ورقم اتنين وهكذا فميزة تكوين سلسلة من الخلايا دي ميزة جميلة ومفيدة واكيد اكيد هنحتاجها واحنا بنشتغل في اوراق العمل بتاعت طب يلا بينا نشوف معنا ايه تاني التعبئة التلقائية التعبئة التلقائية اوتوفيل انا جايبا لكم مثالين هنا هنعمل تعبئة تلقائية لأسماء الاسبوع وتعبئة تلقائية لأسماء الشهور يلا بينا نشوف ايه الجديد معانا في التعبئة التلقائية بيجي اقفل خلية اي وان كتبت يوم السبت وبعدين هاجي في الخلية اللي جنبيها ولما شكل الماوس شايفين فرقنا الخلية هنا فرقنا الخلية اللي انا كتبت فيها تمام وسحبت لما شكل الماوس بقى علامي الزائد عملت ايه سحبت هوريها لكم تاني انا كتبت اهو كلمة السبت هاجي هنا في الركن بتاع الخلية اضغط كليل كشمال بالماوس واسحب لغاية اخر حاجة انا عايزة اقف عندها لقيت ان الصفحة حصل ايه رح هو فهم ان انا عايزة اعمل اوتفل اكمال تلقائي وراح كتب لي السبت هو كتب لوحده الحد الاتنين التلاتة الاربع الخميس الجمعة فيهم ان انا عايزة اقرر ايام الاسبوع طب هو عارف منين ان ايام الاسبوع حد اتنين لازم ده جهاز لازم يكون انا مغزياه وفعلا انا مغزياه من جوه من مكان معين هنشوفه دلوقتي في التمرين اللي جاي او التمرين اللي بعده ازاي انا بأعمل بسجل هذه البيانات داخل التبويب اللي احنا هنشتغل عليه في التمرينات اللي جاي يبقى انا تتبت السبت ووقفت في الركن الايسر من الخلية لغاية مشاكل الموس بقى زائد ضغطت وصحبت لغاية اخر خلية عايزة اقف فيها لقيته هو عمل ايه لقيته قرر لي او ايام الاسبوع بالشكل تعالوا ناخد مثال تاني لو انا جيت هنا وكتبت اسامي الشهور يناير وجيت نفس الحكاية بغطت وصحبت لما وقفت هنا بمشاكل الموس بقى زائد زي ما احنا شايفين كده بغطت وصحبت للأسفل شايفين اللي خصل قرر لي ايام الاسبوع اي شهور السنة زي ما قرر ايام الاسبوع في الاكمال التلقائي وكررها لغاية الخلية اللي وقفت فيها طب لو كتبنا ان انجليش سون دي من دي وهكذا وضغطت وصحبت برضو في الركن الايصر للخلية اللي خصل قرر لي ايام الاسبوع بس ان انجليش عشان انا كتبت في اول خلية ان انجليش فهو فيهم ان انا عايزة اسجل ايام الاسبوع ان انجليش فكتبها كلها لاخيرها وهكذا يبقى شفنا لما اكون عايزة اعمل قوتو في الاكمال التلقائي زي ما قلنا بكتب اول حاجة عايزة اكتبها في اول خلية وبعد كده هو بقف اضغط كلكة شمال بالموس احدد الخلية واقف عند الركن الايصر اللي انا مشاورة عليه دول لغاية مشاكل الموس يبقى زائد واضغط واسحب لغاية اخر خلية عايزة يسجل فيها وهكذا الاقي قرر لي اللي انا عايزة وكتب لي ايام الاسبوع كلها زي ما انا عايزة هنا برضو لما كتبت اسماء الشهور كتبت يناير ووقفت في الركن الايصر للخلية لما شكل الموس بقى زائد وضغط وصحبت لغاية اخر خلية كتب لي شهور السنة هو فيهم ان انا عايزة اعمل اكمال لشهور السنة وهكذا برضو نفس الايام لو انا كتبت ان انجليس سوندي كتبت اول واحدة اول يوم في الاسبوع او اول يوم عايزة اكتبه اللي هو سوندي ووقفت في الركن الايصر للخلية الركن اللي خاص بي تغيير شكل الموس اللي يصبح علامة زائد وضغط وصحبت هيكتب لي ايام الاسبوع ولكن باللغة الانجليزية لان اول مدخل عندي السوندي انا كتب وبكده عملنا الجزئية اللي خاصة بالاكمال سواء كانت لايام الاسبوع او كانت لايام الاسبوع برضو او كانت لي شهور السنة الخاصية دي اسمها التعبئة التلقائية وتوفل التعبئة التلقائية طيب اه التعبئة التلقائية دي من الحاجات طبعا اللي هتفيدنا كتير زي انتو ما شفتوا ازاي البرنامج هو بيفهم لما انا بكتب له اول مدخل سواء كان اول مدخل ده اسم شهر او اسم يوم في الاسبوع عربي او انجليش هو بيفهم وبيبتدي انه هو يعمل لي التعبئة التلقائية اللي خاصة بالمدخلات اللي انا عملتها انا مجهزة لكم مراجعة سريعة كده علشان بحب ان انتو يكون لكم نشيط دايما وتمالي كده تبقوا فاكرين احنا بنشتغل اه في اجزاء خاصة بالمهارات والمعارف الخاصة بميكروسوفت يلا بينا نشوف اللي معين الاكمال التلقائي الاكمال التلقائي الاوتو كومبليت اللي انا شرحته ورجعته في اول الحلقة لما قلتلكم ان انا بيكون المؤسسة بتتعمل مع سلع سبتة فانا مش هكتب اسامي السلع وانا بتعمل معها كل مرة لا ده انا بكتب اول حرفين واضغط انتر هيحصل اكملة تلقائية الانتقاء من القيمة اللي هو البيكليست ان انا برضو نفس الحكاية البيكليست دي فكرتها زي ما شفنا في التمرينات اللي فاتت ان بيكون عندي قيمة بمجموعة هنقول السلع او الخدمات ولو كنا بنتعامل في مرتبات قيمة باسماء المعظفين او الفنيين او الاداريين اللي موجودين في المؤسسة بفتح البيكليست دي وبختار منها اي اسم انا عايزا ولو كانت سلع اي سلع انا عايزاها وهكذا تكوين سلسلة خلايا من الخلايا زي ما شفنا مع بعض لما كتبنا واحد اتنين وضغطنا في الرقن من ارقون الخلية اللي شكل الموس بقى زائد وضغطنا وصحبنا بيختلف الرقن اللي بيظهر فيه شكل علامة الزائد في الموس بيختلف باختلاف اتجاه الورقة سواء كانت الورقة راية اتجاه الورقة من اليمين لليسار اتجاه الخلايا الاعمدة الاعمدة بدايتها بداية ترقمها من اليمين او بداية ترقمها من اليسار ما تكون الاعمدة من اليمين حرف الايه اللي هو اسم العمود بيجي جهة اليمين انما لما يكون الاتجاه لليسار حرف الايه اللي هو اسم العمود الاولاني بيبقى جهة اليسار التعبئة التلقائية الاوتوفيل زي ما شفنا في اسماء الشهور واسماء ايه ايام الاسبوع طيب تعالوا نشوف ايه بقى جديد تاني معنا النهاردة اضافة القوائم المخصصة الجزء ده اللي قلتلكم قبل التمرين اللي حلناه من شوية ده والاخراني قلتلكم هنشوف القوائم المخصصة دي انا بسجلها ازاي داخل التطبيق قال لنا من قيمة فايل ان انا بنقر قيمة فايل ونختار الامر اوبشن ومن اوبشن هختار ادفانس ومن مجموعة الجنرال بنختار ادت تظهر نافذة قوائم مخصصة اللي هي اسمها كاستام ليست تعالوا بينا نشرح الجزء ده عملي كده علشان ده محتاج مننا وقت شوية هو القوائم هنفتحها اتركزه علشان تقدروا تعملوا التمرين لوحديكم هفتح التبويب فايل كلكة شمال بالموس عليه هنزل عند الامر اللي احنا قلنا عليه من شوية اللي هو اوبشن بعد ما فتحت فايل واخترت اوبشن هاختار ادفانس الامر ادفانس زي ما احنا شايفين اهو ضغط كلكة شمال على ادفانس هنزل بقرة بتاعة الموس او عمود الازاحة بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده لغاية ما وصل عند اختيار اسمه جنرال من الجنرال هاختار ادت custom list اتفتح لي صندوق حواري الصندوق الحواري ده عنوانه custom list هقف في الجزء الايمن منه شايفين هعمل كلكة شمال بالموس عشان اسبت كيرسول اللي هي مؤشر الكتابة هبتدي اكتب اه الاجزاء اللي انا عايزة اسجلها داخل custom list كتبت يناير فبراير هسجل اسماء الشهور مارس ابريل هبتدي اسجل كل اسماء الشهور في الجزء اللي خاص بالlist enter زي ما احنا شايفين كده ان عربي او انجلش هيقبلها برضو زي ما انا عايزة وهوريكم برضو تدريب تاني بس هنخلص ده انا عايزة اكتب لغاية اخر شهور السنة كمام خلصنا كده كتبنا لغاية اخر شهور السنة في list enter الجزء اللي خاص بالlist enter اجي اجي هنا عند الامر add ضغطت عليك لك شمال بالماوس اللي حصل دخلت جوه custom list اهو شايفين اسماء الشهور اللي انا كتبتها دخل جوه custom list بعد ما دوست على الامر add بعد كده اضغط اوكي اضغط اوكي تاني عشان نقفل النافذة دية نطلحها الفوق شوي عشان نشوف الاوكي خلاص كده طيب تعالوا بقى نقف نشوف هل هو قبل المتخلات اللي دخلناها دي ولا لأ كتبت يناير وبعدين ضغط click a mean بالماوس لغاية اقف كده لغاية ما يبقى علام الزائد واضغط واسحب ايه اللي حصل كتب اسماء شهور السن زي انا ما دخلتها عنده هو راح ظهر هالي بالشكل اللي احنا شوفنا ده يبقى دي اسمها قوائم مخصصة طيب تعالوا كده هو نرجع سريعا الجزئية اللي خاصة بالقوائم المخصصة انا ممكن اعمل اي قائمة مخصصة داخل البرنامج بنفس الطريقة اللي احنا عملنا هذه احنا خدنا مثال ايه خدنا مثال عن الشهور احنا ممكن نعمل قائمة مخصصة خاصة بالسلع اللي بتتعامل فيها الشركة احنا ممكن نعمل قائمة مخصصة لأسماء العاملين بالشركة القائمة المخصصة تشمل أي شيء طب هي بتفيدني بإيه؟ بتفيدني بأن هي بتوفر علي وقت وجهة الكتابة بدل ما أنا أهد أكتب كل ما يجي أحتاج المدخل اللي أنا عايزاه ده أهد أكتبه لا هو متسجل عندي جاهز في القائمة المخصصة اللي موجودة في البرنامج وشفنا إزاي بكل سهولة أقدر أعمل القائمة المخصصة وعايزاكوا تراجعوا التمرين ده مرة واثنين وتلاتة علشان يثبت معاكم هو ليه بقولكوا راجعوا هو خطواته كتيرة يعني فيه أكتر من ثلاث خطوات فممكن إيه أنسى خطوة مش عارفة الأمر الجاية أختار إيه طب أنا بعد ما كتبت هدوس على إيه نسيت أن أنا أضفها على الآد وقلت أكيه على طول ما أظهرتش معايا فلم أنا أقعد أرجع كذا مرة وأنفذ الخطوات بإيدي فالخطوات هتثبت معايا وهيبقى سهل بالنسبة لي أن أنا أعمل إيه قائمة مخصصة يلا بينا نشوف إيه تاني معنا ادخال الوقت والتاريخ لإدراج التاريخ نضغط على مفتاحي كنترول وزائد والفصلة المنطقوطة لإدراج الوقت نضغط على مفتاحي كنترول وشفت وحرف النقطتين فوق بعضه دولة بنجيبهم من عند حرف الكاف على الكيبورد تهلوا نشوف كده مع بعض هننفذ التمرين ده وازاي هاجي هقف في أي خلية أو في الخلية اللي مطلوب مني أن ندخل فيها التاريخ والوقت ونخلي بالنا خلي خلية لوحديها للتاريخ وخلية لوحدها للوقت أنتو تملي بتغلطوا أن أنتو بتخطوا الاتنين مع بعض أنا وقفت هنا وضغطت إيه ضغط شفت مع نرجع لها تاني عشان ما ننسهاش عشان أضغط التاريخ كنترول مع الفصلة المنطقوطة إنما الوقت كنترول مع شفت والفصلة المنطقوطة يبقى أنا هنا هو لما جيت أنا بضغط على الكيبورد فأول ما بضغط على المفاتيح دي فهي إيه بتظهر لنا على طول على ورقة العمل بتاعتنا زي ما قلت لكم إحنا وقفين كده لو دوسنا على كنترول زي حرف الكيف أو الفصلة المنطقوطة هو بيظهر لي التاريخ لو أنا لقيت إن التاريخ اللي ظهر لي هو مش نفس تاريخ اليوم يبقى التاريخ بتاع الجهاز بتاعي محتاج يتظبط تاريخ الجهاز محتاج يتظبط من الستنج وهنختار الديت أند طايم ونبتدي نزبطها مع بعض ده في حالة إذا التاريخ ما طلعش تاريخ اليوم اللي أنا شغال فيه ولكن يهمن إن انتو تعرفوا إن المفتاحين اللي من خلالهم بيظهر للتاريخ اللي هو إيه كنترول مع الفصلة المنطقوطة طيب أنا عايز أدخل الوقت شيفت هدوس من الكيبورد شيفت مع كنترول مع ها النقطتين برضو اللي هو خرف الكيف زادت هنا مفتاح الشيفت فبيظهر لي الوقت اللي خاص بالجهاز بتاعي طيب موضوع الوقت والتاريخ ده ده موضوع مهم جدا وهو سهل جدا نحن ننفذه بس تعال أقول لكم أهمية وإيه في التعاملات الورقية في بعض المؤسسات لما بيكون فيه قرارات اتخذات أو مثلا ميزانية أفلناها أو دفتر يومية أو دفتر أستاذ فحبين نثبت إن احنا آخر شغلة عملناه في الجهاء في القيمة دي أو في ورقة العمل دي كان الساعة كذا في التاريخ الفلاني فدي مهمة عملية التوصيق بنسميها عملية التوصيق بالتاريخ والوقت دي بتبقى مهمة جدا ليه؟ علشان لو فيه أي تغييرات حصلت بعد كده على الشغل اللي احنا عاملينه ده نرجع نثبت إن لأ ده احنا عاملين الشغل لغاية اليوم بتاريخ كذا في الوقت كذا فده يدل على إن الإضافات اللي حصلت دي حصلت بعد إحنا ما خلصنا شغلنا إحنا مش تغافلنا عنها أو إن إحنا ما ضفنهاش بقصد لا هي التغييرات اللي حصلت دي حصلت بعد إحنا ما خلصنا شغلنا بدليل إن إحنا عاملين الوقت والتاريخ هو سبتينه إن كان في الوقت كذا وكان فيه التاريخ كذا فدي بتبقى مهمة جدا علشان توصيق الشغل بتاعنا زي ما قلت لكم إن لو لقيت إن أنا لما ضغطت على مثلا كنترول مع زائد الفصلة المنقوطة وطلع لي تاريخ مختلف عن تاريخ اليوم اللي إحنا فيه فده مش معناه إن الأمر غلط أو إن الأمر ما تنفس الطريقة صحيحة لا ده معناه إن أنا مطلوب مني إن أنا أزبط التاريخ اللي خاص بالجهاز بتاعي المشكلة مش في الأمر المشكلة في التاريخ اللي متسجل فيه داخل الجهاز وطبعا مش عايزاكوا تنسوا لإن دي معلومة هتفضل معاكوا على طول شيفت مع كنترول مع حرف الكاف بيديني إيه؟ بيديني الوق إنما كنترول مع الفصلة المنقوطة هيديني التاريخ أنا بقول حرف الكاف ليه؟ لإن حرف الكاف أسهل لكم إن أنا أقول لكم حرف الكاف على الكيبورد ولكن هو بيبقى نقطتين مع نفس الحرف مكتوب برضو في نفس الحرف على زرار الكيبورد النقطتين فوق بعض والفصلة المنقوطة علشان ما ننسهاش طيب أتمنى أنتم ما تنسوش شيفت مع كنترول وكاف وكنترول مع كاف إيه هل التاريخ وإيه هل الوق نراجع التمرين تاني يلا بينا نشوف هناخد إيه جديد تاني معنا تعديل البيانات طرق التعديل على محتويات الخلية بعد إتمام الإدخال في كذا طريقة عشان أعدل محتويات الخلية أول طريقة نقف في الخلية ثم نضغط على مفتاح F2 فيتم تنشيط الخلية تاني طريقة نضغط مرتين على الخلية المطلوب بتعديل محتوياتها فيتم تنشيطها طب قبل ما نعمل معنا التدريب العملي تعالوا مع بعض نشرح الكلام ده وإيه فايدته ويني أنا بعمله أنا دلوقتي كتبت في خلية كتبت مدخل معين سواء المدخل ده رقم أو بيان أو أي شيء إن كان أنا كتبته أو أدركت صورة حتى أي مدخل وبعد كده اكتشفت إن المدخل ده محتاج إن أنا عدله أنا محتاجة إن أنا أمسح مثلا الصورة محتاج إن أنا أمسح رقم محتاج إن أنا في حرف حتى غلطت فيه عايزة أمسحه وابتدي أكتبه تاني طبعا أكيد فيه إمكانية إن إحنا نعمل التعديلات دي وقلنا مع بعض قبل كده إن إيه كل طريقة كل أمر بيكون لي أكتر من طريقة الأمر اللي إحنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي هو تعديل أو تصحيح أو إضافة أو حسف بعمل إيه فيه كذا طريقة أول طريقة إن أنا أحدد الخلية اللي أنا عايزة أشتغل فيها اللي أنا عايزة أمسح أو أضيف فيها واضغط على مفتاح F2 من كيبورد F2 من على كيبورد هينشط لي الخلية ويخليها لي جاهزة إن أنا أعدل محتوياتها يبقى دي أول طريقة تاني طريقة إن أنا أعمل double click على الخلية ذات نفسها فبرضو هتتنشط والكرسل هتظهر جواها وابتجي أحذف وأعدي أحذف إزاي اللي تملي بننساها بمفتاح الباكي سبيس اللي موجود على الكيبورد بضغط عليه بكون وقفة بعض الحرف اللي عايزة أحذفه أو بعض المدخل اللي عايزة أحذفه واضغط باكي سبيس هيمسح لي الجزئية اللي أنا عايزة أحذفها وابتجي أدخل باقي المدخلات من الكيبورد يلا بينا نشوف التدريب العملي هنشتغلوا مع بعض أزي أنا جايب لكم صفحة أهية زي ما أنتوا شايفين هقف عليها على أي خلية كتبت كلمة شهر أهية زي أنتوا ما شفتوا كده علشان أعدل أعدل أي شيء موجود لازم أنشط الخلية طب أنا نشطت الخلية يعني عملت عليها كليكة بالماوس بعد ما عملت عليها كليكة هي كده مش جاهزة أن أنا أعدل فيها هي بس متنشطة عشان أعدل زي ما قلت لكم روح تضغط من الكيبورد على مفتاح F2 ففتح حالي ظهرت الكيرسو لهايه وهبتدي أضيف الإضافة اللي أنا عايزة أضف أنا كنت عايزة أضيف كلمة ينقير بعد شهر ودست انتر فالمدخل دخل معايا وعدلت اللي أنا عايزة طب تعالوا نشوف مثال تاني أنا كتبت دفتر في خلية ودست انتر اكتشفت إن أنا نسيت أكتب تكملة لجملة هقف ضغط دبلي كليكة على الخلية فالكيرسو لزهرت إنت أعرف إن أنا أقدر أعدل جوة الخلية أكتبت 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 أك أول ما الكيرسو دي اللي أنا بشاور عليها دي بالموس أول ما تظهر كده أعرف إن خلاص الخلية اتفتحت إن أنا أعدل أحزف أو أضيف زي ما أنا عايزة روحت كتبت الكلمة اللي نسيت أكتبها اللي هي اليومية وضغطت انتر فحصل إن هي ظهرت بصي لو أنا وقفت هنا عند دفتر اليومية إيه اللي حصل هنا في شريط السياغ لقيت إن الجملة ظهرت في شريط السياغ في الجهة أقصى الجهة اليمنى من شريط السياغ طب هو أنا ممكن أعدل الجملة وهي في شريط السياغ بالضبط كده ممكن أعدلها شايفين أنا وقفة هو في شريط السياغ مساحت أهو لما حزفت إيه اللي حصل؟ اتحزف من الخلية برضو إيه اللي أنا حزفته من شريط السياغ اتحزف برضو من الخلية فدي طريقة برضو من خلالها بقدر إن أنا أعدل في الصفحة بتاعتي طيب تعالوا كده هو نرجع مع بعض الجزئية دي عشان دي جزئية مهمة جدا وكتير جدا بتقف قدامكم لما تكتبوا بيان وتبقوا عايزين تعدلوه أو تصححوه أو تبدلوه ففي كذا طريقة إن أنا أقدر أغير البيان اللي جوه الخلية بتاعتي قلنا أول طريقة إن أنا بحدد الخلية ودبل كليك عليها أول ما تظهر لك يرسل بتاع الكتابة أبتدي أكتب وعدل وامسح زي ما أنا عايزة ومفتاح الباكس بيس بيس بيساعدني في عملية الحص تاني حاجة أو تاني طريقة عن طريق شريط السياغ شريط السياغ لو قفت عليه وحزفت من البيان ظهر لي أو المدخل ظهر لي وابتدت أحزف وضيف برضو هيتحزف ويتضاف في الخلية زي ما شفنا مع بعض اللي هي موجودة في دفتر العمل تالت طريقة إن إحنا قلنا نحدد الخلية وندوس على إيه؟ أول حاجة F2 فهيفتح لي الخلية للتعديل والطريقة الثانية double click على الخلية والطريقة الثالثة من شريط السياغ تمام؟ تعالوا بينا نشوف الجزئية اللي جاية دي وركزوا فيها التعامل مع أوراق العمل في عندي التعامل مع أوراق العمل في كذا مهمة بننجزها في التعامل مع أوراق العمل أول حاجة إدراك ورقة عمل جديدة قلنا نعملها إزاي؟ الضغط بالزر الأيمن للفقرة اللي هي الموس على الورقة المطلوب إضافة ورقة عمل بعدها ونختار insert أو استخدام الأداة الموجودة في شريط التنقل بين أوراق العمل اللي هي القزقية دي أو شفت مع F11 شفت مع F11 بيضيف لي ورقة عمل تعالوا نشرح الكلام ده ونشوف هو يقصد بإيه؟ التعامل مع أوراق العمل في أجزاء كتيرة جدا في التعامل مع أوراق العمل هناخدها كلها وراء بعضة عشان تسبك معنا أول حاجة هنتعلم إزاي نحزف ورقة عمل هنتعلم إزاي نضيف ورقة عمل هنتعلم إزاي نلون ورقة عمل هنتعلم إزاي بنعيد تسمية ورقة العمل كمان هنتعلم ازاي ننسخ او ننقل بيانات من ورقة عمل لورقة عمل اخرى وده اللي هنختم به الحلقة ان شاء الله علشان نبتديها سلسلة من التعاملات مع اوراق العمل في الحلقة الجاية وتكون حلقة جميلة وهتعجبكم جدا لان فيها انشطة كتيرة وفي نهاية الحلقة اتمنى ان تكون المعلومات اللي قلناها والمهارات والمعارف استفدتوا بيها وانا سعيدة جدا بتفعلكم والى اللقاء في حلقة قادمة باذن الله